بسم الله الرحمن الرحيم فوائد لحم الضأن وعن فوائد لحم الضأن يشير الدكتور مصطفى عبد الرزاق نوفى الأستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بزراعة الأزهر إلى أن الدراسات الحديثة أضافت فائدة أخرى للحم الضأن تصحح من المعتقدات الخاطئة عنه وهي احتواءه بوفرة على مغذي الكارنيتين الذي يلتقط الدهون من داخل الجسم ويضعها في الجزء الخاص من كل خلية ليتم حرقها مما ينشط عملية تحويل الغذاء إلى طاقة فيكتسب الجسم الحاوية والرشاقة كما يساعد الكارنيتين الموجود في لحم الضأن على حماية الجسم من أضرار السموم البيئية التي ينتج عنها الشقوق الحرة المدمرة للخلايا والتي تعرضها لبداية الإصابة بالأمراض ولحم الضأن يعتبر مصدرا جيدا لعدد من المغذيات الضرورية للجسم مثل البروتين الذي يمثل أكبر جزء في وزن الجسم بعد الماء ويدخل في تكوين خلايا النمو والعضلات والأظافر والشعر والسوائل الحيوية والغدد والأجسام المضادة المهمة في جهاز المناعة والهرمونات والإنزيمات اللازمة لتفاعلات الهضم والتخلص من المواد الضر والسموم وغيرها وبروتين لحم الضأن له أهمية لقوة العضلات حيث يتم امتصاصه في الجسم وتحويله إلى عضلات بنسبة نحو 70% وتزداد أهمية بروتين الضأن وغيره من اللحوم باكتمال وجود جميع المكونات الأمينية الضرورية به بنسبة تتوافق مع احتياجات الجسم الضرورية منها ومن المثير الانتباه أن الأجزاء الأمامية من ذبيحة الضأن بعد إزالة دهونها مثل الكتف والموزة هي الأكثر احتواء على النوعيات المهمة من الأحماض الآمينية المفيدة بوظائفها الحيوية المهمة للجسم وعن أسعار لحم الضأن في محافظات مصر المختلفة نستعرض النشرة نشرة الأسعار المحلية والعالمية للسلعة الزراعية مجلس الوزراء المصري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كما نرى هذا هو جدول أسعار لحم الضأن في محافظات مصر المختلفة قناة دميات برسعيد القاهرة الدقاهلية الإسماعيلية كافة محافظات مصر كما نرى وتم تقسيم أسعار اللحم الضأن السعر بالكيلو أدنى سعر وأعلى سعر أدنى سعر في الأحياء الشعبية وأعلى سعر في الأحياء الراقية كما نرى وهنا تاريخ هذه الأسعار معظمها في شهر فبراير 2012 كما نرى يتراوح سعر الكيلو كأدنى سعر ما بين 55 و 65 إلى 65 ويصل إلى 75 كيلو جرام كحد أدنى في الأحياء الشعبية ويصل إلى 80 و 85 كيلو جرام في الأحياء الراقية كما نرى تلك هي أسعار كيلو جرام من اللحم الضأن في محافظات مصر المختلفة نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري لحم الضأن كما قال عنه ابن القيم لحم الضأن يولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه يقوي الذهن والحفظ ولحم الهرم والعجف رضيء وكذلك لحم النعاج وكان أحب الشاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها ولحم العنق الجيد ولذيذ الطعم سريع الهضم ولحم الضراع أخف اللحم وألذه وأبعده من الأذى وأسرعه انهضاما وكان مما يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال نشر على موقع اليوم السابع يوم الأحد 6 نوفمبر 2011 هو هل يمكن للأطفال تناول لحم الضأن وما هي الكمية المسموح بها هل يمكن أو هل يسمح للأطفال بتناول لحم الضأن لحم الأغنام للأطفال وما هي الكمية المسموح بها كتبت أمل العلام مع حلول عيد الأطحى وإقبال الناس بكل شرائحها على شراء اللحوم وتناولها والتفنن في طهيها يخشى الكثير من الأمهات تناول أطفالهم لحم الضأن ولا يعرفون الكمية المسموح بتناولها وحول هذا الموضوع تحذر الدكتورة نهى أبو الوفى استشاري طب الأطفال من تناول أطفال كميات كبيرة من اللحوم حيث تقول أظهرت دراسة يابانية أن إفراط الأطفال في أكل اللحوم وتجاهل الخضار يزيد من عدوانيتهم وأوسط الدراسة بالاهتمام بتوازن الغذاء واحتوائه على الخضار ونباتات البحرية لتلافي نقص الفيتامينات والمعادن لأن نقصها في الجسم يسبب الإحباط والتوتر مستشهدة على ذلك بحالة تلميذ تعود على أكل شرائح اللحم فقط حيث أضافت الدراسة التي أجريت على 1200 تلميذ في مدرسة إعدادي في هيروشيما باليابان أنه من السهل إغضاب أو إزعاج الأولاد الذين لا يتناولون الخضروات أو النباتات البحرية بكثرة والذين يميلون لتناول الوجبات السريعة والعصير فضلا عن عدم رغبتهم بالذهاب للمدرسة وتقول الدكتورة نوه أن لحم الخروف يعتبر من أصعب الأغذية التي يمكن أن يتعامل معها جسم الطفل بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الدهون المشبعة التي يصعب هضمها وانتصاصها بالأمعاء وفي حال تناول الطفل كمية كبيرة منها فإن الكبد يجد صعوبة في التعامل معها مما يؤدي إلى ترصب الدهون به وهو ما يطلق عليه تدهن الكبد وفي الوقت نفسه يزداد العبء على كليتي الطفل للتخلص من هذه الدهون والبروتينات الحيوانية كما أن الاكثار من لحم الدهون تسبب زيادة في وزن الطفل إذا ما استمر في تناولها لفترات طويلة خصوصا إذا كان يعاني أصلا من البدانة وكذلك الاعتدال في الكميات المقدمة من اللحم للطفل مع التركيز على الحمراء منها وليس الحرمان منها كما أنه يجب عدم الإفراد في أكل الكبدة الضئن والمخ للأطفال لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون والكوليسترول وأخيرا إذا كان هناك تحفظ في تناول أطفال لحم الدهون فهذا التحفظ يكون أكثر شدة مع الأطفال المرضى ببعض الأمراض مثل التهابات الكبد الفيروسية والتهابات الكلا الحدة والمزمنة والبول السكري وبعض أمراض الجهاز الهضمي وشكرا لحسن الإصغاء ترجمة نانسي قنقر